أخ فارس أعاوز طبعا يعني أسألك على إحنا يعني كنا بنحكي على مضوع كتير كتير مهم طب خلينا نخلها من ناحية عملية يعني إيه الخطوات العملية إيه اللي ممكن يتعامل نعم طبعا هذا الكلام بظل نظري إلا إذا أخذنا كشباب خطوات عملية في تغيير التحديات الداخلية واللي أنا أكتر شي بركز عليها كل شخص بإيده مفاتيح والله أعطانا هالمفاتيح ياما منستخدمها ومنفتح فيها أبواب المغلقة ياما منختار أنه نكمل حياتنا حياة روتينية عادية ما إلها أي تأثير وما إلها أي فعالية فالقرار بإيدي يجب أن نكون عندي رغبة في التغيير ورغبة في الوصول إلى الهدف اللي أنا مصمم ومخلوق علشانه طيب خلينا أسأل السؤال ما هي الخطوات العملية؟ أول شيء ثلاث خطوات أنا بشجع كل شاب يأخذها لأنه أنا أخذتها وبحاول أن أزرعها في حياة الشباب اللي بختلط فيهم أول شيء المعرفة الكتابية يجب كل شخص يريد على قلبه أن يخدم الله في هذه الأرض يجب أن يتمتع بمعرفة كتابية جيدة ويعرف الله بصفاته بطرقه بأفكاره يعرف الله من هو يجب أن يكون عنده غنى روحي يجب أن يكون عنده غنى كتابي كنز لنا هذا الكنز في أواني خزافية بول عنه بولوس فأول شيء معرفة الكتابية الكتاب بشجع أنمو في المعرفة أنمو في معرفة ربنا يسوع نعم فأول شيء أنمو في معرفة الله تاني خطوة لازم نأخذها كشباب هي أنه نشتغل على معدنة الأخلاقي واللي بقصده معدنة الأخلاقي وضحة شوي بس المعدن الأخلاقي هو الشخصية إلى ماذا نتغير؟ إلى أي صورة نتغير من الداخل؟ هل فينا صورة المسيح؟ هل فينا الثمر الروح؟ هل فينا خصال الرب يسوع؟ السمات الرب يسوع؟ هل نحملها من لطف؟ من وداعة؟ من أمانة؟ من إخلاص؟ من سلام؟ من محبة؟ من تعفف؟ من جميع هذه الصفات مش بس نكون نبهر الناس بمواعظنا ولا نبهر الناس بكلامنا المنمق والجميل لكن نبهر الناس بحياتنا التي تمجد الله اللي هي على صورة يسوع المسيح يعني يكون فارس هو مسيح صغير يعني الكتاب يقول ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم فالفكرة في الموضوع بناء الشخصية أنا عاوز أصل اتذكرت في البداية مش بس انتماء ولاء لكن اليوم احنا محتاجين لشباب مكرسي شباب مخصصي شباب بتعيش حياة القداسي شباب بتعيش حياة الطاعة شباب بتثبت للمجتمع احنا جماعة متغيرين مين قال له أنا لازم أنغمس جديين يعني أنغمس في الحياة وفي التأثيرات الحياة اللي بتبعدني عن الله أنا عاوز أصنع تغيير في هذا العالم يعني فالمعرفة الكتابية واحد بناء الشخصية اثنين لكن بيلزمنا الخطوة الثالثة والمهمة جدا اللي هي تطوير المهارات الفردية المهارات والمواهب اللي الله زرع أنا أؤمن أنه كل شخص الله زرع فيه موهبة فريدة فذة مصممة فقط لهذا الشخص إذا تم استخدامها بالطريقة الصحيحة وتم تنميتها وتطويرها في طريقة صحيحة ستفتح لها أبواب الموهبة أخ نزار ستفتح أمامك أبواب ستأخذك إلى أماكن عظيمة جدا ممكن تأخذ الإنسان إلى النجومية ويصبح نجم من خلال الموهبة لكن حتى أحافظ على هذه المكانة من الاستخدام والموهبة والأبواب المفتوحة والنجومية إذا صحي التعبير مع أنه أنا لا أحب كلمة النجومية لأنه بالآخر ليس نجوم الله هو كوكب الصبح المنير لكن إذا أريد أن أحافظ على هذه الاستخدام من خلال مهاراتي من خلال مواهبي يجب أن يكون عندي معدن أخلاقي على صورة المسيح ومعرفة كتابية بعدها فهدولة ثلاث جوانب من حياة الإنسان إذا اشتغل عليهم أنا أؤكد أنه سيبدأ بأنه يشوف تغيير ملحوظ وفعالية أنه في تأثير حقيقي على أرض الواقع لا نلاطم الهو اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر